تحسين أداء تجريدات الدول المساهمة في عمليات السلام محور تناولته بالتحليل والنقاش الندوة المنظمة في الموضوع تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اللقاء احتضنه مقر القيادة العليا الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بأجادير وشهد حضور ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة وعدد من البلدان المساهمة في قوات حفظ السلام عبر العالم نحن ممتنون للمغرب على هذه الفرصة لتعزيز الفهم حول عمق الالتزام الذي أظهرته المملكة المغربية طوال سنوات من أجل الأمم المتحدة على هامش الندوى قامت الوفود المشاركة بزيارة لمعرض نظم بالمناسبة هدفه التعريف من خلال الصور والبث السمعي البصري بمساهمة المملكة المغربية في عمليات حفظ السلام وبالعمل الإنساني للمغرب عبر العالم طوال ستين سنة سهم المغرب بشكل مستمر في عملية حفظ السلام بالقارات الأربع حيث عبأ أزيد من سبعين ألف من القبعات الزرق والمغرب اليوم يشارك في ثلاث مهمات لحفظ السلام الأولى في الكونغو الديمقراطية مع المونسكو والثانية بجمهورية إفريقيا الوسطى مع المونسكا والثالثة بجنوب السودان مع المينوس إضافة لذلك وصلت المعارض الضوء على العمل الإنساني الذي تقوم به المملكة المغربية من خلال نشر مستشفيات طبية ميدانية جراحية تابعة للقوات المسلحة الملكية ب13 بلدان اثنان منها تابعة لتحتلواء الأمم المتحدة والمستشفيات الأخرى في إطار العمل التعاون التلائي بين المغرب والدول الصديقة والشقيقة الحدث مناسبة تم خلالها التذكير بالدور الفاعل للمملكة المغربية في مجال السلم على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي وقيمه بتنزيل مبادرة العمل من أجل حفظ السلام بوصفه بلدا مساهما بتجريدات عسكرية مهمة وشريكا في التكوين ومساهما في تمويل هذا النوع من العمليات